مرحبا مواليد برج العذراء معكم كارمي شماس كيف بد يكون الأسبوع من الثانية 22 للأحد 28 نيسان أبريل هذا الأسبوع الشمس موجودة ببرج ترابي برج الثور أجواء حلوة كتير بترافقكن كما أنه عنا بهذا الأسبوع أمر مكتمل ببرج العقرب تأثيراته للكم إيجابية مساعدة مغذية لطاقاتكن لاهتماماتكن خلونا نشوف كيف بد يكون هذا الأسبوع الثانين والثالثة الأمر موجود ببرج الميزان البيت الثاني عنكن يعني تأثيرات حلوة كتير بتغزي كل معنوياتكن وبتغزي أيضا قدراتكن وبتعطيكن معنويات حلوة وباقي هذا التأثير حتى الساعة 6 ونص المساء توقيت بيروت لكن مطلوب منكم الاهتمام أكتر بمخزون العنقنية حاولوا تكونوا مش أنوا متقشفين لكن انتبهوا على مين وكيف عم تصرفوا هذا المخزون من أموال من طاقات من وقت من قدرات عنكن ياها خبرات يعني كونوا انتبهوا شو عم بيصير عنكن طبعا هي فترة كمانة مناسبة لبحث أمور مالية وامتحانات دراسية التالتة ستة ونص بعد دهور توقيت بيروت بيروت بيروح الأمر لبرش العقرب المائي منتصف ليل تالتة وأربعة في عنا اكتمال للأمر برش العقرب كل يوم الأربعة الأمر برش العقرب والخميس أيضا هايدي الفترة هي فترة بعتبرها غنية كتير لالكن بتعطيكن قوة بتمدكن بالعزيمة بسرعة الخاطر سرعة التصرف هي فترة وجود الأمر واكتمال الأمر في برش العقرب فترة قوية للدرس للامتحانات للطاقات الفكرية للطاقات الجسدية للسفر لكل الأمور اللي عندكن إياها بتساعدكن وبتعطيكن كل هالسرعة البديهة يلي أنتو بحاجة لعلى اكتمال الأمر ببرش العقرب قد يعني ظهور يمكن فرصة مهنية أو دراسية جيدة فرصة أيضا للسفر أو لتغيير مكان عمل أو أخبار ما بتوصلكن الجمعة السابت والأحد الأمر موجود ببرش القوس حتى الأحد الساعة وحدة إلى تلت الظهر توقيت بيروت فترة وجود الأمر في ببرش القوس بعطلة الأسبوع بتقلكن يمكن ضروري أو حان الوقت يكون في عندكن اهتمامات تركزوا اهتمامكم أكثر على مسائل عائلية وشخصية طبعا عطلة الأسبوع رح بتكونوا مشغولين بأمور منزلية أيضا يمكن عندكن زوار يمكن أنتوا رايحين يمكن جايين الولاد القوليتي تايم لازم تكون أيضا يكون مخصصة شوي للأمور العائلية والشخصية حتى تهتموا بحالكم أنتوا إذا ناقصكم شيء هالأمور هايدي كمان أبدأ اهتمام الاحتمام الأحد بعد الظهر الأمر بيصير ببرش الجدي يلي عم بتابعني من القارة الأمريكية من نصف صبح في مثلث فرق بين الأمر بين برشكم وبين الشمس والمشتري أورانيوس بيخلي فترة وجود الأمر في برش الجدي فترة جميلة جدا 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 كثيرة الحظ وممتازة وبعتبرها من أكثر الفترات حظا في هذا الأسبوع وبالتالي بتهيئكن وبتحضركن لحتى تنهوا شهر نيسان بأجمل طريقة ممكنة الأكثر حظا كلكن محظوظين بشكل خاص 15 ل 17 سبتمبر وبعده مولود 19 سبتمبر تحت معاكسة تأثير معاكسة سحل فأكونوا منتبهين تابعوني مع الأبراج اليومية للمزيد من التفاصيل باي باي